السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring طبعا شرحت الكلاسات كلها في مقطع واحد ولكن بعض الشخصيات لابد اني تفصل فيها المحبين هذه الشخصية راح ان شاء الله يطلع مفايدة من هذا المقطع طبعا شخصية الاسترولوجي واضح انها شخصية سحر بحت او الميج فاذا كنت من النوع اللي تحب ال Close Range Fight ما توقع ان هذه الشخصية راح تناسبك ولكن هذه الشخصية تناسب اللي يحبون استخدمون التعويذات من مسافات بعيدة عندك البرزنر برضو نفس الشيء تقريبا مقارب الى الاسترولوجر ولكن هذا افضل في الميج طبعا اول شيء انصح فيه دايما مثل المقطع الماضي اللي هو قلت موضوع الايتم الجولدن سيد اللي هو يخليك تستخدم السحر بشكل اكبر فخصوصا اذا تلعب هذا الشخصية ضروري انك تحط الايتم هذاك في بداية اللعبة ومن ناحية توزيع الفلاسك هذا طبعا ضروري انك تخلي عدد السحر او الازرق هذا اكثر من الاحمر لانك مثل ما قلنا تركيزك دائما يكون في استخدام السحر مش تركيزك في انك تكبر او تقوي البار حق الهلب فالفيقور عندك اخر شيء تهتم فيه الفيقور شوف تقدر تقول ان ضربة واحدة من البوس اذا سلمت منها يعني الفيقور عندك كافي كل اللي تحتاجه انك تتحمل ضربة واحدة من البوس فاذا تحملتها اعرف انه وضعك في السليم من ناحية الفيقور وما يحتاج اي تطوير ومثل ما قلنا بترجع تركيز فيه تطوير الانتليجنس الانتليجنس عندك من اهم الشغلات او اهم شغلة انك تطورها دائما فيه شغلة جميلة جدا في لعبة الدنرينغ بخصوص هذا الموضوع انك يوم تهاجم مجموعة من العداء الفوكس بوينت عندك يصير فيه ريستور يعني بعد ما ينقص راح يزيد معك وهذا شيء جدا جميل ومهم انك تعرفه يعني مثل ما حنا نعرف عشان نسوي ريستور لازم نروح الى الكم فاير او الريستنج بوينت فهذا شيء جدا جميل بدون ما تسوي الريستنج تأييد الريستور الى الفوكس بوينت واللي بيخليك ترجع وتجلد اكثر في المجموعة نرجع لموضوع الستات تركيزا مثل ما قلنا انه بيكون على الانتليجنس بشكل كبير اندرنس او قدرة تتحمل تنقص معك عند استخدام السحر هذا وتعويذات لذلك لا بد انك تزيده بعد يعني شيء بسيط يعني تقريبا تقدر تقول حول ال 15 الى العشرين بحيث انك لا جيد تتسوي دوج بعد ما تهاجم يكون عندك الاندرنس او قدرة تتحمل كافية انها ما تمنعك انك تسوي الدوج هذا طبعا يوم تهاجم من غير الحصان ففي بوسز كثير راح تتوهق من غير الاندرنس هذا او قدرة تتحمل اما بخصوص الفيقور برضه مثل ما ذكرت مجرد ما انك تحس انك تقدر تستقبل ضربة واحدة من البوس خلاص انت في السيف سايد وما يحتاج انك تطورها اكثر من كده لان تركيزك على الدمج فمثل ما قلنا تركيزك على الانتليجنس بشكل كبير الفيقور تطورها بشكل خفيف الماين نفس الشي اللي هو يخليك تلقي تعويذات اكثر وبشكل خفيف والاندرنس برضه قدرة تتحمل بشكل خفيف عشان تقدر تسوي دوج بعد ما تهاجم في شغلة لا بد ان اذكرها موضوع الممرز السبل طبعا ما تقدر تطور هذا شيء هو بس مجرد تطورك مع اللعبة وراح يطور معك ننتقل الى موضوع الادوات او الاسلحة طبعا من افضل الاسلحة اللي تبدأ فيها اللي هي الديمي هيومن كوين ستاف افضل بكثير من اللي تبدأ فيه مع شخصية فيه مني بوس تقريبا في الويبينغ بننسلا اول ما تقتله تقريبا حتى ما عنده الهيلث بار يعني تقتله سريع سريع وتاخذ منه هذا الديمي هيومن كوين صوص تعويذات او السبلز عندكم هذا المكان مثل ما تشوفون فيه التاجر هذا او تاجرة يمديكم تشترون منها تعويذات جدا رهيبة وقوية في بداية اللعبة وبعن هذا اللي تشوفونه المقطع او اكثر المقطع اللي يشوفها اللي يلعبون بالسترولجر انا مدرلش ساعة اقولها استرولجر ساعة اسميه استرولجي المهم فاكثر التعويذات هذة اللي تشوفونها مستخدمة اللي هي الكلنستون بابل فهذه اسمها اذا فيه احد يبحث عنها يعني وبدأ يستخدمها جدا ثابتة وقوية مثل ما تشوفون ورهيبة يعني من مسافات بعيدة والحلو في الموضوع انها تجلس لاحق في التاركت والدمج فيها شي رهيب لانك بتلاحظ ان السبلز اللي فيها الدمج قوي تاخذ كاس تايم كثير يعني ما تحصل فيه موازنة كذا بين بعض التعويذات فضرور انك تركز في هذا شي تحاول انك تتجنب السبلز هذا اللي ياخذ كاس تايم كثير او اللي ياخذ الفوكس بوينت منك كثير بحيث انك تقدر تجيب بعض التعويذات يجيبون نفس الدمج ولكن بوقت اقل وبفوكس بوينت اقل والشغلة ثانية انتبه ان في بعض التعويذات مثل الاسلحة الثقيلة والعادية ينضغط الاروان تقريبا بحيث انه ينفذها فانتبه يوم تستخدم بعض التعويذات شي اكذا كان هذه التعويذة لها المدري وش اسمها المهم انه الضربة القاضية مسميها بحيث انه ياخذ وقت اطول انه ينفذها ويكون الدمج فيها ضعاف بشغلة مهمة بخصوص الحصان قبل ذكرته وقلت انه يساعدك انك تتجنب الدمج ولكن لا سلبية يعني نفس الشي قوة تتحمل تنقص معاك اذا كنت فوق الحصان فضروري جدا انك تركز على موضوع الاستمنة لانه لو خلصت ما راح تقدر تسوي شغلات كثيرة فلا تجلس تفرفر كثير وتستخدم السحر وانت فوق الحصان ركز دائما على موضوع الاستمنة عشان لا تحط مهسك مواقف بايخة هذا انا اقول لك طيب نرجع لموضوع الاستمنة قبل شو ما تكلمت عن موضوع الدكس موضوع الدكس طبعا انا مودي انك تركز فيه كبداية ولكن اذا طورت نفسك قدام شوي ضروري انك تذكر موضوع الدكس انه يساعدك فيه لقاء تعويذات بشكل اسرع فضروري انك تركز فيه بعد ما توصل الى انك جبت الدمج خرافي او دمج كويس ممكن يعني تشوف وضعك في السليم هذه الساعة ترجع تركز في موضوع الدكس لانه يساعدك فيه سراع سلقاء تعويذات مثل ما قلنا في نصيحة اخيرة وقبل اختم اذا كنت في بعض الاماكنة ضيقة ما رح تقدر تستخدم الحصان مثلا او تقدر انك تبعد من الانمي بشكل كبير حط في بالك انك تقدر تستخدم او تلقى واحد من الشيلدات اللي عنده الهندرد برسنت او القوة تتحمل الشيلد مية في الفيزيكل فضروري جدا انك تحطه في بالك هذه الشغلة لانه رح يفيدك بشكل كبير في الاماكنة ضيقة هذا كان مقطعنا يا اخوان بخصوص الاستروجي اللي يحبون السحر اتوقع راح يستفيدون واللي كانت نظرته ان السحر ملاه داعي في اللعبة اتوقع انه راح يرجع ويحب موضوع السحر ممكن يلعبه في تختيمة ثانية نشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع ان جاي لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته